المتعافين خلاص حجم الأخبار بقى أستاذ إبراهيم اللي طالت كل اللعبة دي وأولهم بيرسيتاو يتقالي على بيرسيتاو متمرض زعلان مش عارف إيه الكلام ده بيتقالي إيه لشعور الناس إن فيه جو ما بقاش الجو بتاع الأول اللي هو اللي هي ناحية الأهل حسابه معنا إحنا فهمت إزاي جمهورك لما كان ما بيسمعش ما كانش فيه العبس ده أي يا أستاذ إبراهيم في أنا متأكد إن بعض الحسابات التي بتدعي وبعض الإعلامين اللي بيدعوا إنهم محبين للنادي الأهلي بيشكلوا خطورة دهمة على النادي الأهلي من خلال هو فيه محب يقدر يقول على النادي الأهلي عرّة ولا عرّر يا ساتر هل معقولي هذا الكلام وبعدين يصنف إن أصلا من حبه للنادي الأهلي والناس يتصق فيه وتديله نفسها وهو مؤكد له ممكن أهداف أخرى يعني لكن الأهلي ما تقلش عليه كده ولا العبته وتقال عليه كده ولا يجب أن نسمح بهذا مهما كنا زعلانين من فرقتنا أو شايفين لكن الكلام اللي بتقال ده هو معوى الهدم وليس بناء وليس نقضا وليس يعني بوق أو صيحة الصنفار لا يا أستاذ إبراهيم ده كلام مش مظبوط اللي يتجرع من نادي الأهلي اشتوبوا من حساباتك على طول وما تصدقوش مفيش واحد يحب أهله يهون عليها طلع منه اللفظ يهين أهله هذا كلام لا يمكن إلا أن يكون ادعاء بالحب وهو ده بقى ده اللي بقوله الحب المشروط اللي بتفهمني إنك بتحب وإنك مش بتحب أنت بتستغل الصورة اللي متصدرة في إنك تقول أنا بحب وتدي الكلام الذي يهدم النادي الأهلي ثاني وثالث محتاج جماهيره المخلصة اللي بتستمتع بما يحققه النادي الأهلي حتى الآن النادي الأهلي مش هنرفق جدا شوية شوية فيه خلل حنتجاوزه حد كان متخيل يا شباب إن بعد الخامسة صفر من سان داونز اللي يكسب وينطلق المارد عشان يفوز بأفريقيا من خلال إيه أنت اللي وقفت جنبه والجمهور اللي وقف جنبه الأهلي ولما المتشاط العودة كلها كانت في مصر كان فيه اندفاع جماهيري بالكسافة وبالحماس المطلوب فقدرنا نتجاوز الصعوبات دي خلينا زي ما احنا ما حدش يخترق صفوفنا ما حدش يدعي إنه بيحب الأهلي وهين الأهلي غير مسموح هتقول لي بيحبه هتقول لي من انفعاله لا ليس مننا من يفعل هذا النادي الأهلي أكبر بكتير أن ينتظر كلمة من واحد عشان يدعني عشان بيحب الأهلي بيتجاوز خلونا نواجه اللي من خارجنا لكن من فضلكم مش عاديين نضاع وقتنا في مواجهة من هم بداخلنا ويدعونا هذا الحب الحب يا أستاذ إبراهيم مش مشهود ده كلام مهم جدا طيب ختام الفقرة الإخبارية دي عايز أقول لكم أن النهاردة محكمة جنح مدينة نصر حددت جلسة 9 مايو أو أجلت إلى جلسة 9 مايو نظر الدعوة اللي رفعها محمد الشيبي المغربي لعب نادي بيرامز ضد لعب النادي الأهلي حسين الشحات فيما حدث في مباراة الفريقين في 23 يوليو الماضي المحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك قررت تأجيل أولى جلسات هذه المحكمة إلى 9 مايو إن شاء الله فيما لم ترد بعد لجنة الانضباط على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة عن خرق لاعب بيرامز محمد الشيبي لقاحة النظام الأساسي للانتحاد المصري ولواقح الانتحاد الدولي بنقل صراع رياضي أو أثار على منافسة رياضية إلى المحاكم الجنيئية والمدنية دي الشكوى اللي قدمها النادي الأهلي واللي لجنة الانضباط بسببها استدعت محمد الشيبي مرتين ولم يمثل للتحقيق أمامها حتى الآن لم يصدر شيء عن لجنة الانضباط بينما محكمة جنح مدينة نصر أجلت نظر أولى الجلسات لتسعة مايو إن شاء الله أستاذ إبراهيم عدم الرد في مثل هذه الأمور الرد هين كان لأن الردك هيستلد إلى قانون ولا واقع ونظام أنت عدم الرد بيبتع باب الريبة والاجتهاد وهو مسموح بقى لأي حد يعمل كده وهو ده حقيقي ولا مش حقيقي الكلام ده فنتمنى أن نتلقى ردودا تقفل التساؤلات دي وتقفل وتبقى دايما الردود بالأسانيد اللي تخلي الرأي العام يفهمها ويعتقب بلها كمان طيب والنبي في الجزئية دات يا جماعة هو اللجنة الانضباط محتاجة تسمع أكوال أطراف ولا مش محتاجة هي أصلا مش معروضة عليها الموضوع اللي معروضة على لجنة الانضباط كما جاء في شكوى النادي الآلي أن خرقا قد حدث للايحة النظام الأساسي وأن فيه مخالفة صريحة للايحة الفيضة يعني أنت عايز تقول أن فيه الاعتراض على الشكل مش على المظموط لا مش فكرة الشكل فكرة أن الأهل مش رايح يقول حسين الشحات حصل منه إيه أيما ده المضمون فأنت لا وحتى هو بيتكلم فيه المضمون القضية الجزئية المشكو فيها أنه فيه مخالفة حصلت للايحة النظام أن أنت رحت اشتاكية اللاعب بتاعي بسبب مباراة كورة للايحة للمحكمة المدنية أو الجنائية هذه المخالفة رقم واحد لايحة الاتحاد المصري تحذر اللجوة للمحاكم الجنائية فأنا بس بحاول أو بسط الأمور المخالفة دي مخالفة في الشكل ولا في المضمون الفصل بين الشكل والمضمون هنا مش في سياقه يا حبيبي لا أنت رحت زي ما تقول لإيه رحت لمحكمة غير مختصة لا 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 فيه حدثين حصلوا فيه حدث حصل في وقع ما بين حسين الشحات والشيبي لجنة المسابقات عشان بس لجنة المسابقات خادت فيها عقوبة لجنة الاستئناف أقرت هذه العقوبة هذا موضوع اللي حصل في الملعب تم الانتهاء منه لايحة النظام برضو الأساسي التدرج بتاع التقاضي في اتحاد الكرة أي حاجة تحصل لو فيها تقرير تعرض عن لجنة المسابقات وللطرف المعاقب حق اللجوة لجنة الاستئناف أو التظلمات طب ما فيش تقرير لجنة المسابقات ما تعرضتش تتعرض للفعل لجنة الانضباط هنا اللي حصل في واقعة الشيبي والشحات لجنة المسابقات تعرضت للموضوع وعقبة حسين الشحات والشيبي أو بيرامدز لجنة الاستئناف أو التظلمات اللي أقرت قرار لجنة الانضباط هنا المفروض الموضوع اللي حدث في الملعب اتقفل انتهى تماما حسب الليحة لانه في لجنة المسابقات خلت عقوبة ولجنة الاستئناف أكدت هذه العقوبة أو اعتمدتها الفعل اللي حصل في الملعب انتهى تماما هناك فعل آخر حصل انه اللاعب الشيبي نقل القضية إلى المحكمة وراح قدم بلغ للنيابة العامة ضد حسين الشحات أصبح هناك فعلا آخر حدث المخالفة دي النادي الآله اشتكى فيها فهي مش قصة الشكل ولا المضمونة فالشكل المضمون ده فصل في النزاع الإداري انت خلفت اللايحة في الشكل بينما المضمون كذا لا هناك خطأان حدثة حدث من حسين الشحات وتم معاقبته عليها وتم اعتماد العقوبة الخطأ التاني ارتكبه الشيبي النادي الآهلي لجأ للجنة الانضباط او للتحاد الكورة يقول لهم من فضلكم في مخالفة حصلت التحاد الكورة الشؤون القانونية فيه برئاسة المستشار محمد المشطة فحصوا شكوى النادي الآهلي وتبين للمستشار المشطة انه فعلا النادي الآهلي على حق وانه اللاعب خالف وانه النيابة العامة استدعت اللاعب وانه النادي الآهلي لاعبه المحترف معرض لعقوبة جنائية عن حدث رياضي رفع مذكرة المشطة للجنة الانضباط باللي حصل او لمجلس الادارة باللي حصل انه شكوى النادي الآهلي مستحقة لانه هناك مخالفة صريحة حصلت من لعب بيرامدز ضد لعب النادي الآهلي تحاد الكورة بعت للنادي الآهلي جواب يقول له بحثنا الامر وثبت انه حدثت مخالفة للاحة النظام الاساسي وتم رفع الامر الى لجنة الانضباط هنا لجنة الانضباط الموضوع اللي معروض عليها هي شكوى النادي الآهلي في مخالفة الشيبي للاحة النظام ايه اللي حصل من الشحات و ايه اللي حصل من الجمهور الموضوع ده مش بتاع لجنة الانضباط خالص لانه اللجنة اللي بعد الانضباط اللي هي الاستئناف اعتمدت عقوبة المسابقات و اغلق الموضوع القضية المعروضة دلوقتي على لجنة التظلمات لمحتاجة تسمع رأي الشيبي ولمحتاجة تستدعي الشحات ولمحتاجة تفتح الموضوع اللي معروض عندك ان فيه مخالفة حصلت لما تكون فيه جلسة محكمة جنح مدينة نصر انعقدت لما تكون فيه نيابة عامة بشرة التحقيقات و احالة القضية للمحكمة هنا الاجراءات بتاعت التقادي شغالة على نحو يخالف لايحة النظام الاساسي لايحة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اللي اعتمدت من الجمعية العمومية في 2019 فيها مادة صريحة انه يحذر على كل عناصر المنظومة الرياضية اللي جول المحاكمة المدنية والادارية والجنائية فيما يتعلق بالمنافسة الرياضية هنا ده نص موجود في لايحة الانضباط اللي المفروض السادة القضاء الاجلاء بيحاسبوا الموضوع على اساسها فانت عندك لايحة تمت مخالفتها لايحة النظام الاساسي بتاعت الاتحاد الكرة تمت مخالفتها لايحة الاتحاد الدولي تمت مخالفتها والنادي الاهلي بعت لك شكوى شؤون القانونية في اتحاد الكرة قالت لك لايحة المخالفة حصلت هنا المفروض لجنة الانضباط بتبحث فيه من المخالفة اللي حصلت مش في الوقعة الاعتداء الوقعة الاعتداء الموضوع اغلق بعتوا لمحمد الشيبي مرتين مرة رد نادي بيرامدز وقال لهم قد تذكارت الصفر اللعب بتاعي موجود في المغرب وتاني يوم كان بيلعبتش ومعرفش ازاي لم يتم اتخاذ اي اجراء حتى ولو اداري من قبل اتحاد الكرة على هذا الاستخفاف اللي حصل ما تمش اي شي وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم بعتوا استدعاء تاني في نفس يوم مباراة معرفش ازاي ده حاصل برضو لان المفروض المفروض مقرر او الموظف الاداري المسؤول عن لجنة الانضباط بيخاطب الاندية من خلال اتحاد الكرة طب انت خاطبت اتحاد الكرة بتقوله ابعت لنادي بيرامدز يستدعي اللعب بتاعه بكرة او بعد بكرة الساعة واحدة الضهر والتحاد الكرة نفسه حاطط له مطش الساعة اربعة ما الطبيعي مش هيجيلك طب ده ليه هل ما فيش تنسيق ولا فيه رغبة في المط والتسويف برضو ما تقدرش تقول دي ولا دي المؤكد انه لجنة الانضباط بتنظر فيه موضوع غير معروض عليها المعروض مخالفة اللجنة او مخالفة اللاعب للاحة النظام الاساسي النهاردة الجلسة اجلت لتسع مايو ده شق اخر بقى ده شق اخر لكن النادي الاهلي ناس كتيرة بتسأل هو النادي الاهلي سايب الموضوع لا لا الاهلي مش سايب الموضوع بس السؤال اللي دائم ليه الاهلي ميروحش الفيفا وهو الاهلي عشان يروح الفيفا لازم يستكمل اجراءات التقاضي الداخلي ده النظام بتاع التحديد داو لازم ينتهي من هنا يعني اذا لم يحكم في لجنة الانضباط عايش تقول يبقى يستطيع لصالح اغلاق الملف اه يبقى او عدم جواز الزهاب الى البتاع يبقى الاهلي يقدر يصعد بعد الانضباط ما تبت في الامر طيب اذا هو امر معلق تاني وثالث ورابع لا ينبغي ان يستمر هذا يعني الجدل في امر يسهل اغلاقه بسهولة جدا واحنا طبعا بإذن الله ننتظر القرار السليم تبقى للوائح المنظمة للمسابقات وللشون كل لوائح الفيفا والاتحاد المصري ولائحة الانضباط نفسها انا مستغرب انه النصوص واضحة وصريحة ننتظر بس الحقيقة روماريو بقى النجم البرازيلي الكبير نجم 94 ما انتظرش لما يبلغ سن الستين في واقعة غريبة جدا حيكون اطول لاعب او اكبر لاعب في الملاعب روماريو نجم البرازيلي ونجم منديال 94 عمل حاجة غريبة جدا هو مبدئيا دلوقتي سنه تسعة وخمسين تمانية وخمسين سنة قبل ما يطلع سن ما عايش قالك هرجع لعب كورة انت بتقول ليه عم هو رئيس نادي هو بيملكه في البرازيلي اسمه امريكا ريدو جانيرو ابنه بيلعب فيه فقالك قبل ما يدخل على الستين انا لسه عندي قدرة ان انا نلعب فهيسجل نفسه لعب مع هذا الفريق عشان يساعده في بعض الفترات لكن هدفه الاساسي انه يبقى لعب مع ابنه في الملعب وانه على فترات قصيرة جدا قدر يساعد والنادي بتاعه هو حر في فلوسه بس اعايز اقول لك حاجة اللي مع راشر وماريو فيه التقديري انه اهم هدف في تاريخ كورة القدم اهم هدف هتقول لي بيليو هتقول لي رونالد بقول لك هذا اللاعب اعتزل عنده حاجة واربعين سنة عشان تبقى عارف واعتزل وهو هدف انت ما تشوف صورته دلوقتي تجده ماسك نفسه اكبر لاعب في تاريخ كورة القدم كان سير ستانلي ماتيوز بطل وهو عنده 51 سنة ده كان وينجرايت انجلترا منتخب انجلترا وجيه لعب على فكرة هنا في مصر جيه لعب وهو عنده 51 سنة في مصر ماتش كان ودي ده كان صاحب الرقم القياسي لو هو روماريو لعب هدي المباراة والسجر الرسمي هيبقى طبعا اللاعب مين هيعرف يجيبه بقى 58 سنة لان هتلاقيهم بقى كلهم كروش وعد كده هو ده ماسك نفسه هتوبع حدث طبعا طريف مش هتنتزم منه يلعب كورة يعني هلوقف كده حيبقى كورة ولا تنيل ويطلع يعني طيب هنطلع للفاصل وبعد الفاصل هنسافر معاكو الى اللوم مباشي عشان نتطمن على باعثة الاهلي بعد الفاصل ماتخدش على الاهلي